مدبولي يتابع مع المشات برامجة تعزيز مشاركة القطاع الخاصة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي خلال اتصال بنظيره الأردني وزير الخارجية يحذر من توسيع رقعة الصراعي بالمنطقة ويؤكد ضرورة توقف اطلاق النار في غزة العدوان الاسرائيلي على غزة يتواصل لليوم الخامس بعد الثلاثمائة وحصيلة الشهداء تقترب من أربعين ألفا السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت بن موتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصدفى مطبولي أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط لمتابعة سير برنامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال حيث أشار مطبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في مختلف القطاعات وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام عشرين أربعة وعشرين عشرين سبعة وعشرين وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن وكذا رافع كفاءة الخدمات ونوه رئيس الوزراء إلى الحرس على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20-23-20-24 بلغ 590 ألف طالب بنسبة ناجحا 81.3% حيث تقدم للامتحان 729 ألف طالب وطالبة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة للأعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتكريم أوائل الثانوية العامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وأكدت الوزارة أن عدد أوائل الثانوية بلغ 38 طالبا وطالبة من بينهم 18 طالبا و20 طالبة لافتة إلى أن عدد أوائل الشعبة العلمية علوم 10 طلاب وطالبات في حين بلغ عدد الأوائل لكل من الشعبة العلمية رياضيات والشعبة الأدبية 11 طالبا وطالبة أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التزام للوزارة بتقديم كل ما هو أفضل للطلاب وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة تعهد عبداللطيف بمواصلة العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب مستقبل أبنائنا هو مستقبل مصر ونحن ملتزمون بتقديم كل ما هو أفضل لهم بإذن الله أتعهد بأننا سنواصل العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا وبنتنا وأننا سنظل منفتحين على آراءكم ومخترحتكم أشكركم جميعا على حضوركم ودعمكم ونتطلع إلى مستقبل يحمل في طياته نجاحات يستحقها أبنائنا وبنتنا بدعم كامل من القيادة السياسية والتي لا تألو جهدا في توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية أعرب أعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بالنجاح وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة كما أعرب أهالي الطلاب عن سعادتهم بتفوق أبنائهم متمنين دوام النجاح والتوفيق لهم خلال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن كنت فرحانة جدا 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 وكنت فأخورة بنفسي قوي إن أنا وصلت إلى حاجة زي ديت وكانت لحظة جميلة قوي بصراحة يعني أحلى حاجة مرت علي وأنا فأخورة بنتي جدا الحمد لله لأنها تعبت كتير وعانت والحمد لله إن ربنا كرمها وصلت للتفوق ده والحمد لله الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر مدرسينها ومدرساتها وكل حد يساهم معايا في تعليمها كان مفاجأة من سبالي إننا طلعتنا من الأوائل الحمد لله وأتمنى أن أخش ألسون وبردو عايشوف برضو المناحة المتقدمة ماشا للأوائل وهحاول أشوف كل أوبشنز الموجودة عندي وأختار الأحسن بينهم والله الحمد لله يعني هي الكادت اللي بتطلبه كان الحمد لله باباها على قد ما بيقدر بيوفره لها وهي الحمد لله هي مكتهدة فما كانتش بتخليمي حتى أولاها زكري ولا عملي بالعكس نكنت دائما أولاها يهدي معلش تعوضي بعدين الحمد لله كانت مفرحة يعني ولكن شايف صراحة الفرحة الأكتر مش في المركز الأول بحد ذاته أو في النتيجة بحد ذاتها طول ما مرت بتجربة فدتني كتير في شخصيتي وفي تفكيري أو برضو أن أنا مثلا جبت مجموعة مثلا يقدر أن أدخل كليات اللي أنا عايزة يفتحي مجرات أكتر فده كان مفرحة أكتر من المركز الأول لكن طبعا خط المركز الأول كانت مفاجأة سعيدة صراحة كان الخبر علينا خبر جميل جدا وسعيد ومفاجأة جميلة والحمد الله أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان حكومة وشعبة وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب شدد عبد العاطي على إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على لبنان أعدت خلال هذا اللقاء الأخوي مع معالي الوزير التأكيد على مواقفنا الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية من دعم مصر الكامل وتضامنها مع لبنان حكومة وقيادة وشعبا والتأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها واستقراره وأمن الشعب اللبناني الشقيق كما أكدت خلال لقائنا الأخوي وأعيد التأكيد عليه الآن على إدانة مصر القاطعة لأي اعتداء والاعتداءات المتكررة التي تقع على لبنان وعلى سيادة لبنان والسياسات التصعيدية الخطيرة الحالية في المنطقة بما في ذلك القصف للضحية الجنوبية لبيروت كما قال عبد العاطي أن مصر تحث كافة أطراف الصراع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة كما شدد وزير الخارجية على ربض مصر الكامل لسياسة لاغتيالات السياسية تستمر مصر في حثها لكافة أطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة سبق أن عبرت مصر كما تعلمون وهو ما نقلته لمعالي الوزير على إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاختيالات السياسية وسياسة الاختيالات بشكل عام وأيضا الرفض الكامل وإدانة استهداف الدول وسيادتها ونؤكد مرة أخرى لأنه مثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف والعنف المضاد وسفك دماء الأبرياء في المنطقة التي أصبحت عرضة لمزيد من هذه الصراعات وبما قد يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة خاصة إذا كان هناك سوء في الحسابات وخطأ في الحسابات بما يؤدي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل ويهدد الأمن والسلم الدوليين أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله أبو حبيب أن بلاده تثمن جهود مصر لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجه أبو حبيب الشكر لمصر لوقوفها الدائم بجانب لبنان في ظل تطورات الراهنة والخطيرة إنني أنقل إلى مصر الشقيقة اليوم شكر لبنان حكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانبه لا سيما في ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي يشرها لبنان والمنطقة ويطمح لبنان إلى أن تستمر مصر في لعب دورها التاريخي في مساندته ودعمه في مختلف الظروف التي يمر بها إذ لا يمكن لللبنانيين أن ينسوا الدعم الكبير الذي قدمته مصر للبنان إسرى العدوان الإسرائيلي في العام 2006 وبعد انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى الدور الذي تطلع به في القاهرة والمساعدة التي تبذلها لبنانيا وعربيا ودوليا في إطار اللجنة الخماسية والاستحقاق الرئاسي إن لبنان يقدر دعم وتضامن مصر الشقيقة معه في هذا الظروف الدقيقة ونحن نثق بأن جهودها تاريخيا تهدف إلى دعم سيادة لبنان واستقراره والحفاظ على مصالح شعبه كان وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي قد استقبل وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب وعقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة وتداعيتها على الوضع في لبنان بالإضافة للجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على سلامة لبنان وشعبه الشقيق أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار وأن تزايد مخاطر توسيع رقعة المواجهة يمكن أن يقود المنطقة إلى حفة الهاوية حذر وزير الخارجية خلال اتصاله بنظيره الأردني أيمن الصفدي من عجز المجتمع الدولي عن الضغط على إسرائيل بشكل يؤدي إلى وقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني حيث تناول الاتصال المستجدات الأخيرة حيال الوضع المتأزم في قطاع غزة وتداعياته الإقليمية الخطيرة اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار في تنصيق المواقف المصرية الأردنية بشكل وثيق للتعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة كما أكد الوزيران أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد الحالي في المنطقة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن أفادت السلطات الصحية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ثلاثون شهيداً وستة وستون إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هذا وأضافت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى تسعة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسين شهيداً وواحد وتسعين ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أكد مسؤولون أمميون أن تعذيب الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل جريمة ضد الإنسانية وأشاروا إلى أن استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن السدي تيمان الإسرائيلي غير قانوني وقال المسؤولون الأمميون أن ممارسات التعذيب غير القانونية تشكل جزءاً من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيء السمعة محذرين من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال وتندد المسؤولون الأمميون بالصمت الدولي بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب طالبوا فيها بوجود دولي مستقل لمراقب حقوق الإنسان أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني استشهد تسعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال تواغل في الضفة الغربية المحتلة فيما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح من جهتها أكدت جمعية الهلال الأحمر أن تواقمها نقلت عدداً من الشهداء جراء قصف الاحتلال لمركبتين في الحي الشرقي في مدينة جينين شمال الضفة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية مشيراً إلى أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة وأضاف عباس أن غزة يجب أن تدار تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية منوهاً إلى أن القيادة الفلسطينية تعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة كما قال عباس أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة وتوسيع نطاقها وسيؤدي ذلك إلى التعقيد في المحادثات الرامية لحل الأزمة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية والتي كانت متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وسمحت فقط لعدد ضئيل من الشاحنات التي تحمل محروقات من تفريغ حمولاتها في الوقت ذاته حذرت منظمة وغاوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من استمرار مسلسل التجويع بسبب التناقص الشديد لدخول الشاحنات الغذائية والدوائية والذي أدى إلى تفاقم المجاعة والأمراض المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب نعم مشاهدين الكرام بعد التحية بالفعل كما ذكرتم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أغلقت أبواب منفذ كرم أبو سالم في وجه الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إليه لتفريغ حمولاتها لإرسالها إلى أشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الحصيلة الإجمالية من عدد الشاحنات الإغاثية والإنسانية الحصيلة صفر قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لأي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية دوائية وحتى مسلزمات الخيام لألعبور من منفذ كرم أبو سالم ويرسل إلى الشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كل هذا يأتي في إطار سلاحة تجويع هذا المبدأ الذي ينتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من الشعب الفلسطيني الشقيق كل ما سمحت به قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لا تجاوز ثماني شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات منها أربعة للغاز وأربعة للسولار أمس كانت لدينا هناك انفراج نوعا ما بعبور عدد من الشاحنات وصلت إلى الثمانين شاحنة اليوم نتحدث عن لا شيء من الشاحنات يذكر مقارنة بالأمس أو حتى مقارنة بالأيام الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستخدم أقصى درجات العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال رفض حتى الشاحنات التي تحمل البان للأطفال وحتى الخضروات والمعلبات كل هذه الممارسات تأتي في إطار سلاح التجويع الذي ينتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق على الرغم من التحذيرات الكبيرة التي أطلقتها منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة الأنروا بأن استمرار هذا المسلسل من نقص وشحل المواد الغذائية والبترولية سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه الآن يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو السادسة متواصلة ونتابع فيها بوتن يحث إيران على تجنب إسقاط ضحايا مدنيين وتهران تضغط على موسكو لتزويدها بطائرات سو 35 أعلن حزب الله اللبناني إطلاق سرب من الطائرة المسيرة على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل ونقلت رويترز عن مصادر من حزب الله أن هذا الهجوم لا يعد ردا على اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي إلى ذلك أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل خمسة من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية تأكيدها أن الرئيس الروسي فلادمر بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ردا محدودا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وحثه على تجنب استهداف مدنيين أضاف المصدران أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجيش ويغو نقل هذه الرسالة أمس خلال اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين وأرضف المصدران أن تهران تضغط أيضا على موسكو من أجل تزويدها بطائرات مقاتلة روسية الصمع من تراز سوء 35 أعرب وزراء خارجية مجموعة السابع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي عن القلق العميق إذا أتصاعد مستوى التوتر في الشرق الأوسط والذي يهدد باشتعال صراع أوسع في نطاق أكبر في المنطقة وحث بيان للمجموعة جميع الأطراف المعنية مجددا على الامتناع عن استمرار في دوامة العنف الانتقامي المدمرة حاليا خاصة مع حالة خفض التوتر والانخراط بشكل بناء في وقف التصعيد وأكد البيان أن أي دولة أو شعب لن يستفيد من أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط قالت الحكومة العراقية في بيان لها أنها ترفض كل الأعمال والممارسات المتهورة التي تستهدف القواعد العراقية والبعثات الدبلوماسية وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون قال إن هجوما صاروخيا وقع أمس ضد القوات الأمريكية والتحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق أصفر عن إصابة خمسة أمريكيين قال وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن أن الهجوم على القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق يمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة وأطلع فريق الأمن القومي الأمريكي الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بآخر تطورات الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في العراق وخلال جلسة استماع في البيت الأبيض ناقش الرئيس بايدن وهاريس وأعضاء مجلس الأمن القومي خطوات الدفاع عن القوات الأمريكية والرد على الهجمات ضد أفرادها بالطريقة والمكان المناسبين إسرائيل أولا ويأتي بعدها الطوفان هذا ما يفسر حرص فريق الأمن القومي الأمريكي على إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس على المستجدات في الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأمريكية في أعقاب اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران ومن ثم ركز تقرير فريق الأمن القومي الأمريكي على تكثيف الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها للهجوم وكان استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجوم صاروخية أصفر عن إصابة جنود أمريكيين نقطة لانطلاق للتحرك الأمريكي لمناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية تحسبا لأي هجوم أو ضربة عسكرية إيرانية وشيكة ضد إسرائيل والمصالح الأمريكية بالتزام أطلقت هيئة البث الإسرائيلية تحذيرات بأن الهجوم الإيراني المحتمل سيركز على أهداف عسكرية إسرائيلية ولن يؤدي إلى حرب شاملة صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية دقت ناقوص الخطر بأن الهجوم قد يحدث في أي لحظة ولا يوجد ما يشير إلى وقت بعينه ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل تراهن بقوة وثقة على المساعدات العسكرية الأمريكية والدعم اللوجستي اللازم لتشكيل تحالف يعمل على اعتراض الهجوم الإيراني المحتمل سواء في صورة مواجهة مباشرة أو عن طريق جولات الوكلاء وإدراكا لخطورة التصعيد لم تتردد السياسة المصرية في بذل جهود حثيثة لنزع فتيل الأزمة الإقليمية المشتعلة قبل أن تتطاير حمامها البركانية وفي هذا الإطار جاءت اتصالات وزير الخارجية مع عدد من نظرائه في الدول المعنية حيث أكد موقف مصر المطالبة بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وهو المفتاح الرئيسي لحل الأزمة إلى جانب ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي استعرض الجانبان الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط وأكدا على أولوية التهديئة في المرحلة الحالية خاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بقطاع غزة لنزع فتيل التصعيد كما أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني على أن الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ونظيره الصيني الجهود الرامية إلى الحد من التوترات التي تشهدها المنطقة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع بها وخلال اتصال هاتفي حذر عبد العاطي من مخاطر التسعي رقعة الصراع في الإقليم وتدعيتها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرار شعوبها مشددا على أن مصر حرصت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة أعلى العمل المشترك مع الصين وكافة الدول الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل وقف نزيف الدماء في القطاع وهو قطاع غزة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع كما أشار إلى أن انتهاج إسرائيل لسياسة اغتيالات السياسيين وانتهاك سياسة الدول قد فاقم من حدة الأزمة وزاد من التوتر الإقليمي بشكل ملحوظ حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستين برادي من تأثير نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية للسودان وأضاف المسؤول الأممي أنه إذا لم يتوقف القتال في السودان فسيكون من المستحيل تقريبا الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون للمساعدة مشيرا إلى أن الوضع فيه مخيم زمزم في ولاية شمال درفور الذي أعلن عن تفشي المجاعة فيه والأوضاع مزرية للغاية عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون وزير الداخلية إبراهيم مراد مديرا لحملته الانتخابية وتنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة وهم عبد المجيد تابون ويوسف أوشيش وعبد العال حساني رسميا يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري وتنتهي قبل الاقتراع بثلاثة أيام قدم الرئيس التونسي قيس سعيد ملف ترشوحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل وقال سعيد من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه قال إنها حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة وجمع سعيد أكثر من 242 ألف توقيع تسكية لملفه أفدت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة بأن مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاميلا هارس اختارت حاكم ولاية ملستو وذلك كمرشح لمنصب نائب الرئيس وكانت نتائج التصويت النهائية التي أعلنتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي كشفت في وقت سابق أن هارس باتت مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب أكد طلاب الذين نظموا الاحتجاجات في بنجلادش أنهم سيدغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة بعد يوم من إطاحة رئيسة الوزراء وتولي الجيش للسلطة قال قائد وحركة طلاب ضد التمييز في تسجيل مصور قال إنه تقرر أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع ككبير مستشاريها وأعلن قائد الجيش الجنرال وكر الزمان استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء مؤكدا أن الجيش سيشكل حكومة مؤقتة ومن المتوقع بأن يجتمع وكر الزمان مع طلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم قتل مائة وتسعة أشخاص على الأقل خلال اضرابات في بنجلاديش تزامنا مع فراري رئيسة الوزراء الشيخة حسينة من البلاد على ما أفادت الشرطة ومصادر طبية وتعد حصيلة القتل هي الأعلى التي تسجل خلال يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات الطلابية في بنجلاديش في مطلع الشهر الماضي ما يرفع من إجمالي قتل التظاهرات إلى أربعمائة وتسعة بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات صادرة عن الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في مثل هذا اليوم قبل تسعة وسبعين عاما ألقت الولايات المتحدة القنبلة الذرية على هيروشيما اليابانية لتقتل ربع سكان المدينة على الفور ومن لم يمت بالقنبلة مات بسبب آثار التسمم الإشاعي والسرطان وقدر عدد ضحايا القنبلة بنهاية عام 1945 ب140 ألف قتل في الذكرى السنوية التاسعة والسبعين لأول هجوم نووي يشهده العالم تتصاعد المخاوف من تقرار تلك المأساة الإنسانية التي راح ضحايتها أكثر من 140 ألف إنسان ففي السادس من أغسطس من كل عام يجتمع مسؤولون أجانب مع السكان المحليين في مدينة هيروشيما اليابانية للمشارقة في الوقوف دقيقة من الصمت لإحياء ذكرى سقوط الكنبلة النووية على المدينة عام 1945 وتشهد مدينة هيروشيما التي دمرتها الكنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية حالة من الجدل المتزايد بعد أن رفض مسؤولون محليون إلغاء الدعوة الموجهة إلى إسرائيل لحضور الحفل السنوي الذي يهدف إلى تعزيز السلام العالمية في ظل احتدام العدوان الإسرائيلي على غزة وتتزامن مراسم السلام التذكارية في هيروشيما هذا العام مع التصعيد العسكري بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى بعد التطورات التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية في ظل تزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصعيد في شبه الجزيرة الكورية يبقى مجرد التلويح باستخدام السلاح النووي يثير القلق عالميا أو لدى بعض الدول على الأقل وهنا تثار التساؤلات هل بات الطريق إلى عالم خال من الأسلحة النووية قريب أم أصبح أكثر صعوبة وهل تقرع طبول حرب نووية من جديد؟ ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبلا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالم عالمين ينضم إلينا الزميل كمحمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك يعني لديك فعاليات كثيرة ومتنوعة يوميا وتحديدا كل يوم خميس وجمعة بتبرز هذه الفعاليات يعني انقل لنا مدى الإقبال لديك أرحب بكم من مدينة السحر والجمال من مدينة العالمين الجديدة كما تحدثت الفعاليات المتنوعة والمستمرة على مدار الأسبوع ولكن أيضا تكون بكثافة هذه الفعاليات يومي الخميس والجمعة وأيضا السبت لكن نتحدث عن اليوم على سبيل المثال لدينا العديد من الفعاليات المستمرة خاصة في المنطقة الشاطئية التي أصبحت تعمل منذ صباح اليوم وحتى مساء اليوم في استقبال الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة والسمى الأبرز في هذا المهرجان هو التنوع سواء التنوع في الفعاليات أو حتى التنوع في الفئات المختلفة التي تقبل على الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة اليوم ومنذ صباح هذا اليوم هناك عدد كبير من الشباب الذين أقبلوا على الفعاليات الخاصة بالرياضة سواء بنتحدث عن كرة الطائرة الشاطئية أو حتى كرة القدم أو بعض الملاعب الأخرى في البادل وأيضا بعض الرياضات التي يمارسونها الشباب في المنطقة الشاطئية بالإضافة إلى أنه على مساء هذا اليوم تبدأ الأسر في الإقبال على هذه المنطقة للاستمتاع بالفقرات الفنية والتراثية المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة فيما يتعلق بالفنون الشعبية وأيضا السرك القومي نتحدث عنه في نهاية هذا الأسبوع أيضا سيكون لدينا استكمال بطولة كرة الطائرة الشاطئية وسيكون لدينا أيضا كرة القدم لذوي الهمم في المنتخب بساق واحد وهو منتخب ذوي الهمم الذي يمارس لعبة كرة القدم سيستضيف مهرجان العالمين الجديدة هذا الفريق يوم الخميس القادم بالإضافة أيضا إلى أننا سنتابع استكمال فعالية واحد ضد واحد وهي فعالية كرة القدم تلعب على الملعب الخماسي هنا في المنطقة الشاطئية بالإضافة أيضا إلى أن المسرح الروماني لازال يستضيف فرق الأندر جراوند وفرق الراب وهي مساحة خصصتها الشركة المتحدة وإدارة المهرجان لهذا الفن ولهؤلاء الشباب الموهوبين في هذا الفن في النسخة الثانية من المهرجان نتحدث أيضا عن استمرار إقبال الطلبة من الجامعات المختلفة وأيضا خاصة الموهوبين من الفنون التشكيلية ولازال يمارسون مسابقات الرسم في تكسيد كل المباني المعمرية أو المشروعات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة يجسدونها بأقلامهم من خلال الرسومات المختلفة بالإضافة أيضا إلى رحلات اليوم الواحد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وهذه ميزة النسخة الثانية وحرص الشركة المتحدة على التعاون مع كل المؤسسات المختلفة لحرصهم على مشاركة كل الفئات في الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة ربما رأينا اليوم أيضا الاستعداد لانطلاق فعالية العجل من خلال تخصيص العجل وهذه الرياضة الأخرى أو هذه الفعالية التي ستكون موجودة أيضا على هامش الفعاليات الرياضية الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة أيضا إلى الاستعداد لاستقبال مهرجان الطعام وهو الأول من نوعه في النسخة الثانية سيكون لدينا العديد من المشاركات العربية والأجنبية فيما يتعلق بأذواق الطعام المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة بالطبع إلى استقبال الحفل الكبير للهضب عمر دياب يوم الجمعة في منطقة اليو أرينا فبالتالي لدينا فعاليات متنوعة وإقبال من الجماهير خاصة يعني لحظنا الإقبال من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة والذين دائما ما يعبرون عن مدى انبهارهم بمدينة العالمين الجديدة والتطور العمراني والسياحي لتكون مدينة العالمين الجديدة هي الوجهة السياحية الدولية وأيضا الوجهة الرياضية خلال الفترة القادمة وهذا يعني ما تحدث عنه كل الوزراء عندما أتوا إلى مدينة العالمين الجديدة خاصة وزير الشباب والرياضة في استضافة عدد من البطلات القادمة نظرا للتنوع الإيجابي الموجود من الفعاليات الرياضية المختلفة في مدينة العالمين الجديدة وعدد آخر أيضا من الفعاليات الفنية المستمرة سواء في المسرح الروماني أو حتى هنا في المنطقة الشاطئية التي تستضيف العديد من الأسر ومن الشباب وأيضا حتى من المسؤولين للتعاون مع الشركة المتحدة لاستقبال كل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة شكرا لك على كل هذه المعلومات المفصلة زميل محمود جميل كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا برئاسة وزير تعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عشور في دورته الـ 81% عن الفائزين بجوائز النيل التقديرية والتفوق والتشجيعية إلى جانب الإعلان عن جوائز الرواد وجوائز المرأة التقديرية والتشجيعية والتي تمنحها الأكاديمية سنويا وخلال مؤتمر صحفي أوضح وزير التعليم العالي أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام تقدر بـ 55 جائزة منحت لـ 61 فائزا هذا وقد شارك في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام 21 لجنة بإجمالي عدد أعضاء 140 عضوا من خيرة علماء مصر في جميع التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية مهم جدا في شقين الشق الأول هو استعراض نشاط الأكاديمية وإنجازاتها خلال الفترة اللي فاتت وطبعا الأكاديمية بتتبنى قوميا مع جهات الأخرى المعنية زي الجامعات المصرية وملاكز البحث الأنشطة العلمية والأنشطة البحثية والأنشطة الابتكارية في مصر والحقيقة كان اجتماع مصمر جدا تم استعراض إنجازات الأكاديمية الفترة اللي فاتت ومشروعاتها وتم نقاش إن مصر في الفترة القادمة في حاجة يطفر كبيرة جدا في مكان مجال البحث العلمي وتكنولوجيا لأن مصر محتاجة فعلا تتبنى مجموعة الابتكارات والبحوث الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة في مصر مثلا زي قطاع الصحة وقطاع الدواء وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة كل القطاعات المختلفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة الجاية حتحدد الأولويات البحثية والتوجهات الدولة في البحوث وبالتالي حتوجه كل الموارد بتاعتها سواء من خلال الأكاديمية أو صندوق دعم علوم والابتكار أو صندوق دعم المبتكرين والنوابغ كله حيتوجه لنفس الأولويات بتاعت الدولة عشان ما يبقاش فيه تهدير للموارد بتاعتنا وتبقى كلها رايحة بتحقق أهداف قومية أساسية افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي مركز استدامة للحرف التراثية والمجغولات اليدوية بقرية حنون بمركز زفتة بمحافظة الغربية إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تنفيذا لحملة إيد وحدة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري تمكين المرأة الريفية اقتصاديا ومواصلة افتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمات هدف تسعى إليه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين محافظة الغربية كانت على موعد مع زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي ووزير العمل محمد جبران وكذلك رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيل مكرم ومسؤول مؤسسة صناع الخير للتنمية برفقة المحافظ أشرف الجندي وذلك لافتتاح عدد من المشروعات وتوزيع فرص عمل على عدد من ذو الهممة مستفيدين من الفعاليات على المدى المتوسط والمدى البعيد عشرات بالمئات الأسر من أهالي القرية والقرى المجورة هيستفادوا من مشروعات صناع الخير ومن المدرسة اللي بيتم افتتاحها سلاسل المشروعات اللي بيتم افتتاحها النهاردة بيتم جميعا في إطار تنفيذ أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار تنفيذ مخططات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوفد قام بافتتاح مركز استدامة لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتة حيث يضم ورش تدريب وخطوط إنتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية جت هنا كنت بجارة على شغل فلقيت الإعلان فبعد الإعلان جت قدمت بالبطاقة بعد كده هم رألنا علي وجت هنا أنا ما كنتش عارف عن منة الخياطة حاجة فجوم كان فيه المدرب الأستاذ عاطف هو المدرب بتاعنا هو اللي علمنا الخياطة علمنا اللي احنا نعتمد زي نطلع مثلا من قطعة وانا اعتمد على نفسنا وعلمنا حجات كتير فتح لي باب برزء ان انا اقدر اصرف على أولادي واجبرهم ونفسهم فيه والمكان كويس يعني ان هو اقدر ان انا اشتغل واعتمد على نفسي واعتمد لي نفسي فيه الزيارة شملت كذلك تفقد الوفد لفعاليات نموذج المحاكاة البنكية تحويش في بنك والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة لتشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية بطريقة فعالة الوفد تفقد كذلك قافلة طبية نظمتها مدرية الصحة بالغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تم افتتاح مدرسة حنون الثانوية بنات عاقب أعمال التطوير من قبل مؤسسة صناع الخير وحرص الوفد على تسليم جوائز لأوائل خريجي مراكز التدريب التابعة لمدرية العمل عدد عشر مكينات خياطة وشهادات اجتياز الدورة وتسليم ثماني شهادات انهاء دورة الحاسب الآلي لذو الهمم من المكفوفين إلى جانب تسليم خمسة عقود عمل لذو الهمم أعلن نائب رئيس الوزراء لتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عبور أول قطار لنقل حويات ترانزيت مكون من خمسة وعشرين حاوية من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحويات بميناء الدخيلة إلى ميناء شرق برسعيد عبر المحطة التبادلية بالكيلو ثمانية وقال الوزير إن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور تسع سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الدرانزيت موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والان وقف اقتصادية من نشرة السادسة مع شروق عماد نتابع معها التفاصيل اهلا بك شروق اهلا بك نوها اهلا اميرة اهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صاف الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي خلال يوليو الماضي بنحو 105 ملايين دولار لتبلغ 46 مليار 488 مليون دولار مقابل 46 مليار 383 مليون دولار بنهاية يونيو 2024 اصدر مركز المعلومات ودعم انتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا مجلة افاق اقتصادية معاصرة بعنوان مستقبل سلاسل الامداد العالمية تضمن مقدمة بواسطة التكاء الاصطناعي الشات جي بي تي وتناول مركز المعلومات التحديات العالمية التي تواجه الملاحة البحرية واثرها على اعادة تشكيل خريطة سلاسل الامداد ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل العرض العالمية اعلن وزير المالي احمد كوجك خلال مؤتمر صحفي النتائج الاداء المالي العام 2023-2024 واضح وزير المالي ان الاولوية حاليا هي تحسين الخدمات للمواطنين والعمل بكل جهد لتعظيم المورد لخلق مساحة مالية كافية للاتفاق او للانفاق على المجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين كما شدد كوجك على ضرورة تحسين اداء الاقتصاد وتنفسية مجتمع الاعمال وتحسين مستوى المعيشة انصط على قطاع التعليم الموازنة 266 مليار جنيه ومعدل نمو 25% مكنة بمتوسط معدل نمو الانفاق معدل نمو الانفاق 18% فال25% اكيد اعلى من 18% متوسط انفقنا على الصحة 182 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 24% انفقنا على قطاع الحماية الاجتماعية 202 مليار جنيه بمعدل نمو 20% تتلق قطاعات ذات الاولوية كان معدلات نموه تعفوق اي معدلات نموه اخرى موجودة لقطاعات اخرى وزي ما بقول ده شيء محمود شيء ايجابي ولو وكل ما يكون عندنا موارد اكبر كل ما هنقدر نتعاجح هذا التعاجح احنا السنة فاتت دعم السلعة التوانية وصل 133 مليار جنيه مقارنة بالسنة قبلية كان 121 مليار جنيه احنا على زيادة تقريبا تبطر من 10% روحا كبير دعم المواد بالتوانية وصل 165 مليار جنيه بالاضلات اللي تمت بزيادة 31% احنا عملنا موضوع الاقرار الالكتروني للفاتور الالكترونية للإسار الالكتروني للنظام الموحد للأجور المرتبات ده بيتطور على فكرة انظمة دي كلها بتتطور اول باول بنحاول نقلل العمل البشري على قد ما نقدر بالتطور وبتعول حد ما يوصل في الآخر ان احنا يمكن ما بقاش فيه اتصال مباشر خالص بمول ونقبل اقراراته بشكل أو بآخر ده بيساعدنا طبعا في تسهيل العملية الضريبية والرفع من مستواها ما بدأنا من عدة سنوات يمكن بدأ من 2018 نحو التحول الرقمي في عدة مشروعات ضخمة منها الاقرارات الالكترونية والفاتورة الإلكترونية والإصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات بالإضافة إلى الكورتاكسيشن اللي هو ما يكنت إجراءات العمل الضريبي دي سعادتنا بشكل كبير جدا 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 ويمكن لو لاها طبعا بعد دعم ربنا والقيادة السياسية وقيادة وزارة المالية ما كناش قدرنا يمكن نحقق المستهدفات ومعدلات نمو كمان كبيرة في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بصعود جمعي لمؤشراتها هذا وحققت مكاسب سوقية بلغت حوالي 32 مليار جونالي ليصل رأس المال السوقي للبرصة 922 من الف تريليون جوناليه وعلى صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.33 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 28.210 نقاط كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 متساوي الأوزان على صعود بنسبة 3.5 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 6.356 نقطة وأغلق مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان على ارتفاع بنسبة 2.71 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 9.139 نقطة إلى أسواق المال الخليجية حيث انتعشت معظم أسواق الأسهم بعد تصريحات من مسؤول مجلس الاحتياطي للتحدي ساهمت في تهدئة الأسواق بعد خسائر في الجلسة السابقة جراء مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وتقدم المؤشر السعودي 1.5% حيث ارتفع سهم شركة النفط العملاق رمكو السعودية بنسبة 1.5% وقفز مؤشر دبي 2.3% بعد يوم من تراجعه أكثر من 4% كما صعد مؤشر أبوظبي 1.2% في المقابل تراجع المؤشر القطري 1.10% انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة ومن جديد عودة إليكمانوها وأميرة شكرا لك الشروق نهاية نشرتنا إلى عنوانها مدبولي يتابع مع المشاط برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي خلال اتصال بنظيره الأردني وزير الخارجية يحذر من توسيع رقعة الصراع في المنطقة ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل لليوم الخامس بعد الثلاثمائة وحصيلة الشهداء تقترب من أربعين ألف شهيد انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة